هزم تنظيم داعش وأسطورته في العراق تلاشت لكن ذاكراته ما زالت تظهر مثل خدوش على جسد المدائن كلما حاول أحد النبش ماضيها القريب آلاف الوثائق عثر عليها في الموصل وأنقاضها تؤرخ سلطة التنظيم وتسلطه على السكان حينذاك هذا ما جاء في تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن قوة الإدارة بالقوة 15 ألف وثيقة أظهرت بيروقراطية صارمة اتبعها التنظيم في إحكام قبضته على مساحات شاسعة من الأراضي الممتدة بين العراق وسوريا هذه الوثيقة مثلا تكشف عن مبالغ بيع الطحين لثلاثة أشهر فقط أكثر من ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دينار عراقي هذا من الموصل وحدها وفي الموصل أيضا وثائق أخرى تكشف عن حصول التنظيم على تسعة عشر مليون دولار من المحاصيل الزراعية فقط لا تقتصر موارد التنظيم على النفط كما كان يعتقد فهو يأخذ أموالا على كل شيء حتى عقود الزواج والولادة تمثل لداعش غنيمة مغرية السوق السوداء أيضا كانت تمثل منطقة نشاط لداعش وهذا ما يفسر كونه أغنى تنظيم إرهابي في العالم هذا غير الضرائب على كل شيء والزكاة التي كانت تصل نسبتها في أحيان كثيرة إلى عشرة بالمئة تأخذ عنوة من السكان لم يتوقف التنظيم عن جمع أموال الناس وحتى عندما كانت دبابات الجيش العراقي تقترب من مناطق سيطرة التنظيم الأخيرة كان مقاتلوه يجمعون النقود ترجمة نانسي قنقر